أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المعضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب في هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقمون الصلاة ومما ربقنهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من خبلك وبالآقرة هم يوقنون أولئك ألا هدى من ربهم وأولئك هم المفرحون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفنحا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما قلق ومن شر قاسق إذا وقب ومن شر النفافة في العقد ومن شر حاسد إذا حسن الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن ألا ما قال ربنا وقالقنا وراضقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا قتم القرآن وتجاوز أنا ما كان في تلاوته من الشاه ونسيان أو تحريف كلمة أن موضئها أو تغيير عرف أو تقديم أو تاخر أو زيادة أو نقصان أو تأويل على خير ما عنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو ضيق لثان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إذهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على الطمام والكمال والمهزب من كل الألهان فاعفر لنا يا ربنا يا صيدنا لا تؤاقزنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأه معديا حقه ما العضاء والخلب واللسان وهب لنا بالخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والسقاوة والضلال والطغيان ونبهنا قبل المنايا النوم الغفلة والكسلان أمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر والنكير ومن أكل الديدان وبيد وجوهنا يوم البعث واعطي رقابنا من النيران ويم من كتابنا ويسر حسابنا وثق الميزاننا بالحصنات وثبت أقضامنا على الصراط واسكنا في وسط الجنان وارزقنا جوار صيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ضيان استجب دعاءنا بحق التوريط والإنجيل والذبور والفرقان اعتنا جميع ما سألناك به في الشر والإحلان وزتنا من فلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم سل على صيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنفعنا وارفحنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات وذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السمي العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زينا بذينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بقلحة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا خرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة الشفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سطرا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاءة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا صيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفدل والإحسان اللهم أرذقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل صورة سلامة وبكل جزء جذاء اللهم أرذقنا بالعليف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالزال ذكاء وبالراء رحمة وبالزال ذلفة وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالثاد صدقا وبالداد دياءا وبالطاء تهارة وبالذاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غناءا وبالفاء فلاحا وبالخاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعذة وبالنون نورا وبالوايو غسلة وبالهاء هداية وباللام للف لقاء وبالياء يسرا وصل الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين اللهم بل الثواب ما قرعنا ونورا ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميل أنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأسات الظاتنا ومشائقنا قاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين آمة وإلى جميع أسهاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم أنصر من نصر الدين واغذل من قذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يسفوني ألا نبيك المصطفى ورسولك المرتضى ووليك المجتبى وأمينك ألا وحي السماء وحينا على سنته وأمتنا على ملته واجألنا من أهل الشفاعته وحشرنا في ذمرته وأستنا من حوضه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعل ثواب قراءتنا هذه لمن جعلتنا ثببا لإجتمائنا هذا وآته بالقرآن في قبره الصاعة الواسعة والحجة البالغة والقول الصابتة ونور المستبين في لحد المظلم وجاف العرض أن جنبيه وارحمه وغفر له ولوالده يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آته بالقرآن الأمن يوم الفثع الأكبر ورقائه عند شدته وتسطيل الميذان عند القفته وطيسير الحساب يوم العسرة والوروض إلى رحمة والمغفرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ما أتاك به من حسنة فتقبلها وما أتاك به من سيئة فتجاوذ عنه بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إيا الثواب ما قرعناه وبركة ما تلونه من كتابك العظيم هدية واصلة ورحمة متصلة منك إلى روح أبدك الحاج عبد العزيز دباخ اللهم إيا الثواب ما قرعناه وبركة ما تلونه من كتابك العظيم هدية واصلة ورحمة متصلة منك إلى روح أبدك عبد العزيز جي وعبد العزيز جاقة وعبد العزيز نبوش وعبد العزيز جي قاصة لهم وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين أم اللهم أوسل ثواب ذلك إليه واجعله النور يشعى بين يديهم اللهم أكرم به مقامه ويسر به حسابعه وضاعف به ثوابه واجعل رقيق المقطوم شرابه اللهم عنس وحدته وارحم غربته وتجاوز عنه بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم توفنا مسلمين لا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين آمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم سل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلقه والقاطم لما سبقه ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وألا آله هق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة أما يسفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين